بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نراجع ما تكلمنا عنه من ناحية typecasting أو تحويل التحويل من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر فقلنا عندنا typecasting يتكون إلى قسمين implicit و explicit وهنا لو جئنا نعطي تعريف لكل واحد هنا التحويل من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر متوافق معه هنا التحويل أو عفوا عفوا أنا قلبت هذا خلبي نشيل التعريف هذا هذا هو هذا هو implicit مضبوط و بالمقابل فإنه explicit the typecasting أو المتعمد هذا الضمني المتعمد هو التحويل من نوع بيانات إلى نوع بيانات آخر بدون ضمان التوافق زيان؟ يعني هنا ممكن نحول من double الـ int يكون double 100.0 فإذا حولنا الـ int راح يطلعنا 100 فمتوافق ما عندنا مشكلة لكن من double مثلاً 100.3 إلى int راح يكون 100 هنا ما في توافق بين أنواع البيانات الـ بين 100.3 وبين المية طبعاً implicit يتم من computer automatic ما يحتاج تسوي شي بالنسبة للexplicit فإنه دائماً أثناء assignment statement يكون عندك طبعاً assignment statement يكون على إيسارها هنا فيه متغير مضبوط راح تسند له قيمة على اليمين على يمين assignment statement تضع قوسين وتضع بينهم نوع البيانات حق المتغير اللي على اللي سار يعني أفرض مثلاً عندك المتغير اللي على اللي سار مثلاً اسمه x فإنك تضع هنا والx هذا قبل كان مكتوب int x فإذن نوع x int إذن هنا تضع int تمام للتحويل أي أن كان اللي علمين هنا مثلاً اللي علمين هنا كان مثلاً variable مثلاً والy هذا من نوع مثلاً double y كان double y gets مثلاً 10.5 ل10.5 مزين فهنا راح تحول من y إلى x فإذا تقول int x إذن أنت تهتم يهمك نوع البيانات اللي على الإيسار وليس نوع البيانات اللي على اليمين هذا شيء مهم جداً في explicit type casting المتعمد طبعاً إن شاء الله لما ناخذ expressions أو التعابير الرياضية راح نشوف إن شاء الله تفاصيل أكثر في عملية explicit type لما يكون عندك expression لكن الآن أنت احفظ كيف إنه يكون كيف إنك تحول الassignment statement إلى كيف إنك تتغلب على الإررور اللي يعطيك إياها الإكلبس لو عطاك خط أحمر بسبب عدم توافق نوع البيانات أو شيء كيف تعرف شو المشكلة إنه ما في توافق بين نوع البيانات بعد كذا تقرر إلى إنت تبغى بس تشيل الفاصلة أنت متعمد فبالحالة تقول والله أنا أبغى typecasting وهذا أغلب الأشياء اللي تصير أن يتحول من شيء بفاصلة لشيء بدون فاصلة وتشيل الفاصلة زين هذي يعني تلاحظوا بالبرامج فبالحالة هذي ما عندك مشكلة تقول خلاص حول لي double هذا الواي إلى إنت ويقوم الكمبيوتر يقص لك العدد وفي بعض الأحيان يطلع لك عدد غريب يصير لك مثلا ممكن integer overflow رح نشوف فيما بعد مثال على integer overflow يمكن فعلا يوضح لك ليش خطورة error هذي وليش لازم تهتم لكن إن شاء الله نشوف لما ناخذ expression تفهم فعلا خطورة error هذي ليش ممكن صاروخ 300 مليون دولار ممكن يسقط بسبب error هذي error هذي